فيه الطاوى الصوت في الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة رسول السلام نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم وقد أزف الرحيل وها هو رمضان أو شك على الرحيل سنتحدث بعون من الله وتوفيق ومدد عن ليلة القدر ما زال عندك فرصة أيها الصائم يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا الله صورة كاملة نزلت في فضل ليلة أسأل الله في علاه أن يرزقني وإياكم قيام هذه الليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما زف إلينا البشريات فقال من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي أما صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وقال رسول الله من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشرة الثالثة وهذه البشرة في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بالله إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر عند الله فيا أخي الحبيب سورة بأكملها تنزل في فضل هذه الليلة الأمر جد خطير لما أخي الحبيب إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه الليلة قال عنها ربنا أنها صاحبة قدر يعني مكانة عظيمة ومقام كريم عظمت هذه الليلة لأن القرآن نزل فيها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا موذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يا الله نزل القرآن من السماوات السبح من السماء السابعة إلى السماء الدنيا نعم في هذه الليلة ثم نزل بعد ذلك على النبي مفرقا متواترا منجما على حسب المواقف وعلى حسب الأجوبة والإجابات على الأسئلة التي كانت تسدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة صاحبة قدر عظيم أخي الحبيب لما؟ لأن فيها تنزل الأقدار أقدار السنة المقبلة من السعادة من الزواج من الأرزاق من السعادة حتى من التعاسة والشقاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه هذه الليلة شرفت بالقرآن لما أخي الحبيب؟ لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القرآن نزل به سيدنا جبريل فصار وأصبح أعظم الملائكة نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أفضل الأنبياء مكانة وشأنا نزل على هذه الأمة فأصبحت خير أمة أخرجت للناس كذلك لو نزل في قلب أو في صدر أقول لك هنيئا لك يا أهل القرآن هنيئا لك يا صاحب القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يا الله اللهم اجعلني وإياكم منهم قولوا آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عقبة ابن عامر يقول قال رسول الله اقرأوا القرآن لماذا يا رسول الله لماذا نقرأ القرآن يا رسول الله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين اللهم اجعله صاحبنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا علينا إيه وربي فيما يروي سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله إذا صلى صلاة الغدا جلس ثم قال هل رأى أحدكم من رؤية فكان أحدنا إذا رأى رؤية قصها على رسول الله فكان يقول له ما شاء الله أن يقول حتى جاء في يوم فقال هل رأى أحدكم من رؤية قلنا لا يا رسول الله فقال النبي ولكن جاءني رجلان ثم أخذاني حتى أتينا على رجلين أحدهما قد انبطح على الأرض والآخر قائم على رأسه ومعه حجر سخرة يثلغ بها رأسه يعني يدجدش هذه الرأس سبحان الله تحجب النبي وفزع رسول الله ثم يسقط الحجر تسقط هذه الصخرة فيقوم الواقف ويتبع هذه الصخرة حتى يأتي بها فإذا ذهب ليأتي بها صحة الرأس عادت كما كانت صحيحة فهشمها مرة أخرى ففزع رسول الله وفزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا ما هذان الرجلان ما حل هذا الرجل الذي تهشم رأسه فقال له هذا الرجل أوتي القرآن فرفضه يا الله يقول له شرع الله عند غيرك عم الحج يا عم الحج يقول قال الله كذا وكذا شرع الله عند غيرك جاءه القرآن آتاه الله القرآن فلم يعمل بما فرضه الله عليه فلم يعمل بأوامر الله ولم ينتهي عن نواه الله يا سبحان الله ثم نام عن الصلاة المكتوبة لا حول ولا قوة إلا بالله إياك أن تكون هذا الرجل وتحضروني الآن قصة من الواقع كانت هناك امرأة رزقت بولد هذا الولد عمره تسع سنوات فقالت له يا بني أريدك أن تذهب إلى الشيخ الفلاني لتحفظ عنده القرآن قال لبيك يا أمي اللهم اجعل أولادنا من الحاملين لكتابك يا رب من العاملين بآياته وبأحكامه وبأوامره يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين قال لبيك يا أمي حاضر سأذهب إلى الشيخ فلما ذهب إلى الشيخ كان بين القريتين مسافة عشر كيلو ذهب إلى الشيخ فقال إن أمي تقرئك السلام وتقول لك حفظني القرآن قال يا بني إن الحلقة ممتلئة إن الحلقة ممتلئة فأنت بين أمرين إما أن تتربص يعني تنتظر حتى يحفظ هؤلاء القرآن ثم تلتحق بالمجموعة التي تليهم وإما أن تأتي بجنيهم من الذهب حتى نستأجي الراعي على الأغنام فيرعى الأغنام ويأتي بالحليب يعني باللبن ليشرب هؤلاء حفظة القرآن وأنا عندها سأحفظك القرآن وحد وصل على الحبيب النبي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فإذا به يقول والله أنا منذ لت لم أرى جنيها ذهبيا في قريتي يعني العملية على الآخر فإذا به يقول إذن تربص حتى تنتهي هذه المجموعة وهذه الحلقة قال فعاد الولد وكان كئيبا حزينا وجلس تحت ظل شجرة فنام وبينما هو نائم رأى رسول الله يا الله من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله اللهم إنا حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من جواره في الآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين قال له يا بني ارجع إلى شيخك وقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك حفظني القرآن فقال الولد الزكي الفطن يا رسول الله وما الأمارة قال قل له الأمارة زمرا زمرا فهذا الولد ووجد الشيخ في المسجد يصلي صلاة الصبح فوقف له على باب المسجد فلما خرج قال أعدت بالجنيه من الذهب قال لا والله ولكن عدت برسالة من رسول الله فارتجف وقال رسول الله قال نعم يقرئك السلام ويقول لك حفظني كتاب الله فقال ما الأمارة فقال الأمارة زمرا زمرا فارتجف الشيخ واحتضن هذا الطفل وقال أما وقد رأيت رسول الله فتعال إلى بيتي فجهز له ضفطور جهز له الطعام ثم ألحقه بحفظة القرآن فقال له والله لن أحفظ آية واحدة حتى تخبرني بقصة زمرا زمرا قال له رأيت رسول الله في الجمعة الماضية فسألت يا رسول الله كيف يدخل أهل القرآن إلى الجنة فقال رسول الله يدخلون زمرا زمرا أي جماعات جماعات اللهم اجعلني وإياكم منهم أنت ولي ذلك والقادر عليه معنى اتصال معنى للسعال اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم طيب عم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله ازاكي علي الحمد لله أنا عندي سؤال فضل يا حبيب لماذا أخفى الله ليلة القدر سؤال طيب يا علي ما شاء الله تبارك الله لماذا أخفى الله ليلة القدر جزاكم الله خيرا يا علي عندك كم سنة علي تلات عشر أسأل الله يجعلك من أهل القرآن من أهل الله وخصته أنت ولي ذلك والقادر عليه أي سؤال تاني وسعلي لا شك ماشي يا حبيب معنا من سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام الأستاذ إسراء مع حضرتك يا أحمد يا إبراهيم محمد يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا طب أستازينك وط التلفزيون وكلميني من الهاتف كلميني من التلفون هتسمعيني كويس إن شاء الله اتفضلي حضرتك حضرتك أنا أنا على علاقة أيامكم ما تكونش لها علاقة بالعلاقة بس حضرتك أنا على علاقة بشاب تمام حضرتك الشاب ده أنا مرتبطة بيب وقالي ثلاثين أنا تجوزت مرتين ومتزونت بشاب أنت مطلقة آه تمام والشاب ده حاليا متزوج مرتبط لا طب العلاقة دي عبارة عن إيه معارفة بس حضرتك حب حولك تحبه كده يعني آه تمام حضرتك هو مستق من اللقطة الضعفي اللي مثلا إيه اللي أنا بحبه هو مستغل اللقطة دي تمام وحضرتك كل ما يكلمني في التلفزيون هو بيعمل لي كل حاجة حلوة ومش بيفقل علي بحاجة بس الحضرتك كل ما ييجي وسلمني في التلفزيون حايز يبنا لماي لي حلوكه مشو التلفزيون طيب أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني لا حضرتك أخر حاجة وانا كده علي جنبه ربنا يحسب من سببه اجيبك ان شاء الله انت عندك اولاد من الزيجات السابقة اه عندك اولاد ولد ولا اثنين ولد واحد عند ثلاث سنين طيب ماشي اجيبك ان شاء الله استاذ اسمين علي اسأل الله ان يبارك فيك علي وفي شباب المسلمين اولاد المسلمين انه ولي ذلك والقادر علي لماذا اخفى الله ليلة القدر حتى يشتهد كل مجتهد في طلبها يعني لو نظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناه انه اعتكف العشر الاول حتى يجد هذه الليلة فجاءه جبريل وقال طلبك امامك يعني الطلب اللي انت بتبحث عنه امامك لم يكن في هذه العشر الاول فاعتكف النبي العشر الاوسط فجاءه جبريل في اخر العشرين وقال له طلبك امامك الطلب بتاعك امامك يعني في العشر الاخيرة فاعتكف العشر الاخير حتى كانت في هذا العام في اليوم الواحد والعشرين حتى قال رسول الله رأيت اني اصلي في ماء وطين فامطرت السماء فاصبحت اصلي في ماء وطين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول امون عائشة اخفى الله سلاسة في سلاس اخفى الله اسمه الاعظم في الاسماء الحسنة واخفى الله الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واخفى الله ليلة القدر في العشر الاواخر قالت اخفى الله اسمه الاعظم حتى يدعى باسمائه كلها واخفى الله الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس حتى يحافظ على الصلوات كلها و أخفى الله ليلة القدر حتى تقام العشر كلها صدقت أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضاها يبا أخفى الله ليلة القدر حتى يجتهد كل مجتهد في الحصول عليها لما؟ لأنها ليلة بألف شهر ليلة بألف شهر سبحان الله يعني بحوالي سلاسة و سمانين عاما و أربعة أشهر يعني سبحان الله عندما تصلي ركعة كأنك صليت سلاسة و سمانين سنة و أربعة أشهر سجدت ركعت تلوت آية من القرآن فاشتهد أيها المسلم في تحصيل هذه الليلة يستاذ ياسمين على علاقة بشاب أقول لك اتق الله لما؟ خافي على أبيك على أسرتك على عرضك و اعلمي أنك موقوفة أمام الله عز وجل ليس هناك بين شاب أو بين امرأة مطلقة و بين شاب علاقة حب هناك طريق واحد أرادني في الحلال فليطرق الباب فمرحبا به و أنا أقول لك يا ولدي يا من تتلاعب بهذه البنت المسكينة يا من تتلاعب بهذه الأرملة يا من تتلاعب بهذه المطلقة اتق الله لأنه يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم و أنت تريد منها علاقة محرمة جاء شاب إلى رسول الله فقال له رخص لي في الزنا يا رسول الله فقال الصحابة مه مه و قاموا عليه فقال النبي اتركوه ادن مني اقترب فدنى من رسول الله فقال له رسول الله أترضاه لأمك قال لا والله في ذاك نفسي يا رسول الله فقال أترضاه لابنتك قال لا والله يا رسول الله في ذاك نفسي يا رسول الله أترضاه لعمتك لخالتك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لزويهم يا ولدي والله كأس ودين كما تدين تدان عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنادين إن أقردته كان الوفى في أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم يا بنتي اسمع النصيحة الأخيرة إن أرادك في الزواج فمرحبا وإلا فامحي هذا الرقم من على التليفون ولا تستمع إليه لأنه شيطان أرسله الشيطان إليك شيطان من الإنس أرسله شيطان الجن إليك وجرت العادة كما يقول ابن كثير من أحب شيء عاش عليه ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد ليلة القدر عظمت لأنه نزل فيها القرآن معنا اتصال سلام عليكم الله وبركاته فضل يا حبيب الله يسترك للأستاذ محمود أستاذ إبراهيم سعيد من حضرتك يا مرحب بيك يا أستاذ إبراهيم يا أهلا يا أهلا أنت عامل يا شيخ محمد الله يسترك يا حبيبي كل سلام طيب الله وانت طيب أنا متابع للبرنامج المحترم اللي حضرتك بتأديه وربنا يبارك لنا فيك وفي صحتك وطولنا في عمرك أنت قلتنا بأستيتك إن كانت على الفيس أو خواطر رمضانية فما خلتش عندنا أسئلة نسألها لحضرتك الله يبارك فيك يا أستاذ إبراهيم ربنا طولنا في عمرك يا شيخ محمد ودعواتك لينا بإذن الله أننا نطلع من الوباء اللي نحن جدي أسأل الله أن يبارك فيك وفي المشاهدين الكرام وفي المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك وقادر عليه نزاك الله خيرنا سوريا سلام عليكم سلام عليكم أيها حج معنا سلام عليكم طيب شكرا حول الاتصال مرة أخرى القرآن وسيد بن حضير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقرأ في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كانت بجواره فرس له فهاجت وماجت وكادت أن تقطع الحبل وكان بجواره ولد صغير يدعى يحيا ولده فكادت هذه الفرس أن تقتله فسكت عن القرآن فسكنت الفرس فعاد القراءة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهاجت وماجت وكادت أن تقطع هذا الحبل وكادت أن تؤذي هذا الصبي فسكت عن القراءة فسكنت الفرس فعاد القراءة في الثالثة فعادت كما فعلت في الأولى والثانية فخاف على ولده فحمل يحيا وخرج به فإذا به يرى غمامة في السماء بها مصابيح مضيئة ترتفع يقول لم أرى مثلها ولا في جمالها قط فارتفعت حتى غابت عن عيني فذهبت إلى رسول الله في الصباح وأخبرته بما حدث قال هؤلاء الملائكة عندما قرأت القرآن استمعوا إليك وأنصتوا إليك والله لو داومت على القراءة لرآهم الناس في الصباح ولسلموا على الناس في الطرقات أخي الحبيب ليلة ثوابها بثلاثة وثمانين عاما وأربعة أشهر أتفرط فيها كم من ذنب ارتكبت كم من غيبة فعلت كم من كذبة خرجت من فيه أخي الحبيب اتق الله وأصلح ما بينك وبين الله ولا تفرط لأن هناك ملائكة تتنزل في هذه الليلة ومعهم من؟ معهم سيد الملائكة أمير الملائكة رئيس الملائكة قائد الملائكة معهم سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو تدري أخي الحبيب سيدنا جبريل لم ينزل بعد وفاة رسول الله في العام إلا في ليلة واحدة في ليلة القدر يا أخي الحبيب اجعل هذه الليلة في الاستغفار في الإنهابة في التوبة في تلاوة القرآن في أن تسأل ربك أن يرفع عند هذه الغمة وعن هذه الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه حبيبك النبي اجتهد في الحصول على هذه الليلة رسول الله كان يزور بيوتات الصحابة في النهار ويقوم بزيارة البيوت من الخارج في الليل كيف ذلك؟ يطمئن على الصحابة هل يقيمون الليل؟ هل يقوم الرجل بأهل بيته ليصلي ويقف بين يدي قيوم السماوات والأرض؟ فإذا به يسمع أن هذا البيت يقرأ القرآن حتى حملته رجلاه إلى صوت الندي كأنه مزمار من مزامير آل داود إنه أبو موسى الأشعري فظل النبي يستمع إلى القراءة ويستمتع بالقراءة حتى اقتربت صلاة الفجر صلاة الصبح فأسرع النبي إلى المسجد فإذا برسول الله ينظر إلى أبي موسى فلما انتهت الصلاة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا موسى أتدري أني جلست طيلة الليل أستمع إلى قراءتك وإلى صوتك الندي كأنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال وقد استمعت إلي وأنا أقرأ يا رسول الله والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا يعني لزينت صوتي بالقرآن رسول الله كان يشجع الصحابة رضوان الله عليهم على قيام هذه الليلة لم يبقى من رمضان إلا ليالي قليلة فيا من فردت فيما مضى لا تفرد فيما بقي أحسن الختام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة فيقول اللهم أحسن خواتيم أعمالي اللهم أحسن خواتيم أعمالي فقال له الصحابة يا رسول الله أنت كثيرا ما تدعو بهذه الدعوة قال لأنه إنما العبرة بالخواتيم إنما العبرة بالخواتيم الإمام الأوزعي تعلم من رسول الله وتعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقوم طيلة الليل إما باكيا وهو يقرأ القرآن وإما ساجدا يسأل الرحمن وإما قائما معنا اتصال سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله بلدك يا مولانا الله يسطورك يا حبيب كله ما تضم بخير حضرتك بالصحة والسلام والسادة المشاهدين بارك الله وفيك في اللي بسهوله كله والله اللهم أمين يا رب اللهم أمين وفيك بارك أنا بأس بأس أسن حضرتك في سؤال واتجاودني عليه بعد إذن حضرتك وأنا معاه حاضر تحت أمرك الله يكريمك أنا حلقت على جثتي ثلاث مره قلت لها قلت لها إيه يا حبيب عبد الله علي الصلاة بالثلاثة من المزاهد تمام ما هتعملك أزأو مش لها هي لحد طرف أهلها تمام تمام أدي مرة بعد إنها بحوالي عشر داية أو ربع ساعة طب عملت اللي عملتش أول مرة يا حبيب عبد الله هو 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 الوضع كله يعني إيا كانت عايزة كانوا عايزينها تبيت عندها وعندها عندهم وأنا قلت لأخوها عليها الصلاة بالثلاثة من المزاهد الثلاثة ما هتبيت عندك في بيتي تمام تمام طيب دا الأولاني باتت ولا ما باتتش باتت برضه تمام نفس اليوم أو في نفس الساعة بعد إنها بروف الساعة أيوة اللي انت وليتها كلمتني قلت نفس اليمين تمام تمام و باتت و باتت وأول يمين هم كان عظيم اللي بيتها وأول يمين بعد منها الفقرة حدوا الناس إن خلونا أروح أجيبها قلت عليها الصلاة بالثلاثة نفس القسم نفس اليمين ما هروح أجيبها تمام و روحت جبتها ما روحتش ما روحتش طيب طب يا حج عبد الله أنت كنت ناوي إن هي لو بيتت تطلق ولا بتهدد ها كنت ناوي طلاق ولا تهديد و أنا من شاعر يصلى الله طيب أنا أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله يصلى الله حق السلام عليكم أستاذ أسماء الحج أسماء ألو السلام عليكم أفضلي يا حج أسماء ألا أقول لكم السلام و رحمة الله بركات أفضلي يا حج أسماء يا ريت توط حضرتك صوت التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون ألو أتفضلي أسمعك أتفضلي أه حضرتك أنا ستة عندي فوق الخمسة يعني الخمسة وخمسين سنة ربنا بارك في عمرك يا رب معي دكتورة ومهندس وطالب سنوية عامة إن شاء الله و ربنا مراديني في العيشة بما فيه الكفاية إن شاء الله و عرف حقوقي من ناحية جوزي بس جوزي يعني أخني كذا مرة و أغفر له و يرجع و أغفر له لدرجة أنه مصل أنه زن في البيت اللي أنا عاد فيه أحاول أرى أخفل فيه وحده و حوالي الناس كلها عرفت و طبعا إن قصرت قصر وأنا ستة بشتغل ووضعي في شغلي محترم وهو راجل يعني شغلته كويسة ومحترمة و أغلقت معاه كتير و تعابت بس أنا دلوقتي صراحة هو أخذ على أن يعني لما برجع كده يعني أنا بنزل أن عملته دي بتزلني وتخليني أرجع له أخضع له أخذ على أني يعني التصرف ده بيخليني أخضع له في نفس الوقت أنا دلوقتي بقالي دخل على حوالي ستة شهور مفيش مفيش علاقة مفيش علاقة لأن أنا نفسيا أعتبر متضمرة طب فين أولاده مفيش معايا في نفس البيت و نأكل و نشرب و كل حاجة عشان معايا ابني بيتعلم و عشان برضو أولادي مجاوزين حاول أن أنا أبين الصورة بتاع الأب قدام أهل أهل جوازهم و ديبك إن شاء الله و ديبك إن شاء الله و ربنا مرضي علي بما فيه كفاية مع هذا النقطة دي الحمد لله روح تقز مرة عملت عمره ربنا أتقبل ربنا أتقبل و في شغل ستة محترمة و في مكاني ستة محترمة و أولادي بيعزوني بس أهي دي النقطة الوحيدة اللي أسمعه بقر قرآن و بصلي أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله معنا الأستاذ محمود سلام عليكم سلام عليكم أستاذ محمود سلام عليكم عليكم السلام يا حبيبي يا ريت بس معلش كده وطي صوت التلفزيون و اسمع لي من التلفون تفضل يا أستاذ محمود سمعك تفضل يا حبيبي انت على الهوى طيب معنا الأستاذ براهيم سلام عليكم الله وبركاته زي شيخ محمود الله يسترك عامل زي شيخ محمود الله يوسع عليك حبيبي عندنا واحد بنته تعبانة قال لي يجوز فيه إنك تطلع عليه زكاة رمضان طيب هو اللي يطلع يعني ولا حضرتك اللي تطلع له حضرتك يطلع له أو أهل القرية اللي احنا فيها مثلا طيب حاضر أجيبك إن شاء الله يا سبراهيم أي سؤال تاني شكرا حضرتك ربنا بارك فيك وإحفظك طيب معانا الحجة اللي بتشتكي من زوجها يا أخي يعني هي عندها خمسة خمسين سنة أكيد برضو أنت في نفس العمر أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله هي تتكلم قد جرح القلب وكاد الدمع أن يزرف من العينين أقول لك تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصات ورب العرش غضانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل خذوه يا ملائكتي وانضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم شيخ زان يعني رجل كبير في السن يزني اتق الله اتق الله لأنك ستقف أمام قيوم السماوات والأرض أقول لك والله شهوة هذه الدقائق ستندم عليها لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت على أناس فيت النور أعلاه ضيق وأسفله واسع فنظرت فيه فإذا فيه أناس عراه إذا جاءهم اللهب من أسفل منهم ضوضووا وارتفعوا ثم نزلوا إلى أسفله وزاد عليهم اللهب فكانوا يصرخون من شدة الألم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزناه من أمتك يا محمد إياك أن تكون منهم تب الآن وارجع إلى ربك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جاء رجل إحدودب ظهره وسقط حاجباه يتكي على عصى أكلته السنون والأيام حتى وقف بين يدي رسول الله قال يا رسول الله أرأيت رجلا لم يترك حاجة ولا داجة ولا معصية ولا كبيرة ولا ذنبا إلا اقترفه يا رسول الله لو وزعت زنوبه على أهل الأرض لوسعتهم ألي هذا الرجل من توبة؟ قال له رسول الله أو أسلم؟ يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال نعم قال يغفر الله له قال وغدراتي وفجراتي قال يغفرها الله لك يغفرها الله لك يغفرها الله لك فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر أدعوك إلى التوبة الآن وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أستاذ براهيم عنده جار فقير وعنده بنت مريضة هو يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ نعم يا أسبرهيم يجوز إخراج زكاة الفطر وزكاة المال والصدقات على الفقراء وعلى الأرامل وعلى اليتامة وعلى المستضعفين وعلى زو الحاجات من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيراً أخي الحبيب لم يبقى في رمضان إلا سويعات يا ترى سيعود علي وأنا على ظهر هذه الأرض أم يعود علي وأنا في باطن الأرض رسول الله أراد أن يخبرنا بموعد ليلة القدر فخرج إلى المسجد فوجد لحاء بين رجلين وجد اثنين من صحابته بينهم خصام ولحاء علت الأصوات في مسجد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أخبركم بموعد ليلة القدر فوجدت لحاء بين رجلين فلان وفلان فرفعت ولعله خير فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر أقول لك هدي اليوم معنا الأستاذ أسماء الأول سلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته فضال يا أستاذ أسماء لو تمحت يا شيخ أنا جوزي من فترة اكشفت أنه على التليفون هو عادي ثانات وقال لها أنت حامل ولا لا ووقت الزينة معيها يعني لا حول علاقاته إلا بالله وقتوقف على الطلاوة حتى المشاكي اليام وبعد كده ركعوني عشان الولاي وجي هو الوحده وهو هاجي جدا اللي واحده وأنا قاعدة قال لي والله يا أصر أو ما تضع اتكرر بيني وكلمت حد يبقى اللي بيني وبينك خلص وهعملك اللي انت هادا يبقى انت كده متحرمة عليها طب هو متزوجها؟ لا لا ولا في الحرام؟ لا في الحرام لا حول علاقاته إلا بالله طيب تمام اكشفت دلوقتي من كام يوم أنه هو بيكلم واحده برضك على النت وبيكلمه كلام معيب جدا وهي ألعى جسمها كله وبتورغوله وتلعى في جسمها وهو كمان بيبعث لها بالجوهات الآلة فيها كفاية كفاية يا أصدر أسماء والله أتعبتيني والله معنا الأستاذ إيمان سلام عليكم يا أستاذ إيمان ألسى عليكم عليكم السلام ورحمة الله أقول لي حضرتك عام فضلي أنا متزوجة وجوزي سابني وسافر المشكلة عندي أنه كان بيخليني أنزل أخدم أهله وعايزني طول الوقت قعدة تحت من الصبح لحد آخر اليوم أشتغل تحت وأطبخ وأعمل كل حاجة وما أطلعش أجري على النوم طيب أنا كنت بأعمل كده حتى وأنا حامل وأنا كنت بسافر للجامعة بتاعتي وكنت بأعمل كده وكنت بتعمل معهم بما يرد الله جنف الآخر فضلوا طول الوقت يضغطوا علي يعملوا لي مشاكل يخلوا جوزي يسبني ويمشي ويسيب البيت يبات تحت يعملوا كل حاجة يعني ما تساعدش أن أنا أفضل في البيت كانوا دايماً يضغطوا علي عايزيني أفضل أشتغل تحت وما أطلعش شائتي ابني أسيبه لهم حتى والدتي اللي كانت مريضة وتعبانة مش يخلوني أروح لها المهم ما سابنيش غير لما أمد إيده علي وخلاني وغضت جيت عند بيت أهلي هنا بقلي فوق الثمان شهور هو سافر بلد عربية وسبني أنا وابني هنا عند بيت والدي ومش بيسأل عني ولا عن ابنه ولا بيصرف عليه ولا أي حاجة بل إن هو بيقول أنا هرجع أتجوز على فرشي وحاجتي وهي ملهاش أي حاجة عندي وحتى أنا قيمتي أصلاً مشكلة إن قيمتي مش مكتوب فيها حاجات كتير مكتوب فيها 150 ألف ودني حاجة سورية كده بس فالمشكلة إنه هو دلوقتي مش مقتنع إنه هو غلطان ولا أي حاجة لا مفروض إن أنا اللي راح أصالحه وأفضل برضه على نفس النمط إن أنا كن شغلة عند أهل وتح ما عملش أي حاجة لما استأذن أبوه أمه هو ملهوش شخصية خالص قدام أبوه أمه بل بالعكس بيضغط علي أنا أنا وابني أنا ابني عنده شهر يعني سنة قصدي منه هو عنده شهر مغضبني قبل كده وكان بيمد إيده علي أي سؤال ثاني أستاذا أنا بسأل دلوقتي أنا وهو في قطيعة دلوقتي أنا علي زنبي من ناحيته أنا عايز أعرف أنا ليا دلوقتي الحقوق كاملة كاملة من ناحية ابنه ولا مش ليا الحاجات دي أنا عايز أعرف أنا وضع دلوقتي إيه بالنسبة للذين أجيبك إن شاء الله يا أستاذ إيمان أجيبك إن شاء الله بالنسبة يا إخواننا والله الحلقة دي غريبة جدا يعني أنا بتكلم عن ليلة القدر وعن اقتراب رحيل رمضان وأرى أن هناك أناس أفرطوا في المعاصي والذنوب يا الله طيب سلام عليكم طيب أحاول الاتصال مرة أخرى يعني سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم إذا حفظت الفرج فاعلم أنك ستكون من أهل الجنة يا أخي الحبيب اتق الله يعني والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه يحضروني الآن قصة غريبة جدا ما هي كان هناك شاب اقترف المعصية مع بنت وزن معها يعني مرات عدة مرات عديدة وفي يوم من الأيام اتصل عليه مركز الشرطة قالوا له أنت فلاني الفلاني قالوا له نعم أنا فلاني الفلاني قالوا له تعالنا في الوقت في المركز فراح قالوا له تعرف فلانا الفلانية قالوا ما أعرفها قالوا هالدار بينكم معاشرة في حاجة غلط ضرد بينكم قال أقسمت أنه لم يضر بيني وبينها معاشرة قال كذبت فقالوا لي يعني إياك قال لهم لما قالوا لأن هذه مصاب بالإدز وقد نشرت الإدز بين مجموعة من الناس كثيرة جدا ونبحث عن كل مصاب حتى نأتي به ونخبره أنه مصاب بالإدز حتى لا يصيب أهله بالأمراض والأوبئة قال والله لم أنا في هذه الليلة قال فجيت إلى إحدى المستشفيات العامة في الصباح قال وذهبت إلى الطبيب وطلبت إجراء تحاليل وقلت للطبيب أنا أخذ النتيجة للوقت قال لي لا بعد عشرة أيام قال والله عشرة أيام لم أذق طعم النوم وأنا أبتهل وقول يا رب نجني لأنه سيكون مرض وفضيحة عار يا سبحان الله يخف من العار في الدنيا ولا يخف من الفضيحة بين يدي قيوم السماوات والأرض في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول اتصلت عليهم في اليوم الثامن والتاسع قالوا ما زال لسا النتيجة في اليوم العاشر قالوا لي آه تعالى استلم النتيجة بتحتك طمنوني قالوا لا لا بد أن تقابل الطبيب بنفسك قلت لهم والله لا أستطيع أن أركب سيارتي أو أن أقود السيارة تمنوني قالوا لا تعالى قال فذهبت إلى المستشفى كنت أصعد الدرج من الدرجة إلى الأخرى كأنها سنة حتى وصلت إلى الطبيب وجاء دوري فأمسك بالملف قال أنت فلان الفلاني أيو أنا فلان الفلاني عندك كذا سنة أيو أنا عندي قالوا له الحمد لله أنت لم تصب بالإجس قال فخررت ساجدا لله ومنذ يوم هذه ومنذ الساعة هذه والله لم أقم من سجودي ولم أترك الصلوات الخمس ولم أترك كتاب ربي تب وارجع تب وارجع ماذا تصنع لو دخلت على امرأتك ووجدت في الفراش ووجدت في الفراش رجلا آخر معها في الفراش اتق الله كما تدين تدان بالنسبة لأستاذ إيمان اللي زجها متزوج ومسافر يا أخي الحبيب يأتي معاوية بن حيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوج ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت اتق الله في الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم اتق دعوة المظلوم وإن كانت المظلومة هي الزوجة لا تظلمن إذا ما كنت مختجرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي رسول الله كان ينادي على السيدة عائشة وهي في أوج الغضب يقول يا عائش يا حميراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في صنعة أهله وفي مهنة أهله هو أنت شريخ الدامة تريد أن تخدم لك أبوك وأمك وأهلك إن جئت للشرح وللسنة لا تخدم الزوجة إلا الزوج فاتق الله ما تفعله زوجتك هبة وعطية وتفضلا منها فاتق الله يا أخي الحبيب واعلم أن هذه المسكينة وهذه الضعيفة ستوقفك أمام الله وتقول يا رب خذ لي بحقي من هذا الزوج الظالم عد إلى زوجتك وعد إلى ولدك واتق الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شخص الله يستورك أم يوسف يا مرحب يا أم يوسف اتفضلي حضرتك أنا بصلي دايما الحمد لله موضوع على الصلاوات كلها بس دايما بنسي بتنسي في الصلاة اه بنسي جامس في الصلاة وحتى في قيام الليل في قراءة القرآن وعامة هي دي طبيعتي حتى في ديتي تمام ما حاولتش تكشيفي أم يوسف لا ما كشفتش وعندي دايما عصابي تعبانة من مشاكل اللي بتحفر الكتير داي تمام تمام تجيبوك إن شاء الله عندي كيس والساني فضاي اه اه انا متجوزة ومعي تلات أطفال تمام فجوزي دايما بيسب دايما يسب ويلعم فكنت في الاول اول ما تجوزتي كنت دايما ايه أقول لي ممتو تقول لي ما لكيش دعوة عيشي ريشي ريشي فربنا كتب يعني هو انا بقول ربنا ليه حكمة ان يديني تلات أطفال منه تمام ماشي انا بزعل على دين ربنا اللي بيسب وازعل عليه هو ودايما كل ما سيقول اقول يا رب يا رب اهدي يا رب اهدي يا رب اهدي يام يوسف بيصلي ولا ما بيصليش انا بيصلي هو ولا ما بيصليش ما بيصليش يا شيء تمام 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 انت جربت معاه كل الوسائل وهو ما لم يعد الى الصلق دايما يا شيء والله دايما صلي خلي ربنا يبارك لنا في ولادنا ربنا يبارك لك في رزقك عشان خاطرنا طيب احنا اه ربنا يهديني اقول له جهنم وبيصى المصير صلي 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 ما تسجش ديني لا اجيبك ان شاء الله يا ام يوسف اي سؤال تاني معنا الاستاذ براهيم سلام عليكم سلام عليكم سمحت يا شيء مرحب عايز اقول سؤال قول اللي انت عايزه يا حبيبي اسمعه كل سنو انت طيب يا ابراهيم لا انت صايم ولا لأ طيب ما شاء الله ما شاء الله ادعي المصر يا ابراهيم ادعي ان ربنا يرفع البلاء عن مصر تفضل سؤالك يا حبيبي ما تفضل السؤال اسأل انا اتمنى من الله ان يرزقنا بليلة القادر ماذا افعل الله اكبر الله اكبر اجيبك ان شاء الله يا ابراهيم حاضر حاضر طيب بالنسبة لام يوسف تعاني من النسيان يا ام يوسف يعني حولي تتعجي كويس تمام له علاج ان شاء الله طيب انا جربت العلاج ومازلت انسى في الصلاة لو انا بصلي مثلا وجاءني وسواس الشيطان فقال ايها ترى انا صليت ثلاثة ولا اربعة تمام فاقول لك يعني حولي تبني على الاقل تقولي انا صليت ثلاثة وتأتي بالركعة الرابعة ولا تكون تصلي مثلا العصر او تصلي العشاء وتأتي بالرابعة ثم تسجد سجدتين سهوة بعد السلام ان شاء الله وانت بتصلي ام يوسف فيه دعاء علمنا اياه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو علاج للنسيان ايه هو تدفلين بدون ريق يعني عن يسراكي سلاسا ثم تقولين اعوذ بك من حنزب اعوذ بك من حنزب اعوذ بك من حنزب حنزب هذا هو شيطان الصلاة هو شيطان الصلاة طيب الشق التاني في سؤالها بدولا عندي اطفال ثلاثة من زوجي وزوجي دوة يعني غالبا يعني يسب الدين اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية انت بسبك الدين قد خرجت من حظيرة الايمان بل من حظيرة الاسلام عليك اخي الحبيب الان ان تغتسل غسل الجنابة ثم بعدما تغتسل تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله ثم تصلي ركعتين بنية التوبة وتستغفر وتتوب وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ابراهيم ابننا بيقول انا اتمنى يعني ان ادرك ليلة القدر طيب معنا اتصال ام ياسين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك فضلت الشيخ الله يستوريك فضل يا ام ياسين بقول لحضرناك حضرت الشيخ انا اهلي ما بيودنوش اوي تمام ماشي وكان عندي ياسين كان عمره من اول يوم لحد سنتين كان مريض كابت ربنا يشفهولك ويلبسه تاج الصحة والعافية هو مازال وتوفاه الله يوم ناربع لخير يا الله ان شاء الله يكون لك زخرا في جنة يعني اعدها الله لك باذن الله باذن الله ام ياسين يا رب اما ابني توفى ابن الشيخ محدش فيه موقف معي ويوقف جنبي خالص وما زالك لو تنه ذلك انت بتتكلم عن ابيك وعن امك ابي وامي واخوات الولاد والبنات ايه علاقة زوجك بيهم كويس رد ازاك الله يسلمك تمام ما حصلش مشاكل بينكم نا لا ما حصلش مشاكل بيننا حتى والدتي ووالدي ما بيودهمش حتى والدتي لما ابني توفى يعني كان غالي علي خالص فقالولها عودي معي هرفضت وميش تمام تمام طيب اديبك ان شاء الله هل انا لما عطيهم مثلا نزامهم هم مقطعينني هل انا هشير الوزر حاضر اديبك يا ام ياسين طيب سؤال تاني معلش فضالي تحت امر احنا دلوقتي يا فندم كان معنا قرشين كده وكنت مشاكلهم عشان خاطر يتاهموا معي في علاج ياسين ابني تمام ماشي طبعا الرجل كان محددنا من النسبة ام ياسين ام ياسين نعم قولي معايا كده اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واخلفني خيرا منها معاك جرشين كنت شايلهم عشان علاج ياسين تمام او وكنت مديهم لحد كده في محلم شغالهم وكان بيدينا نسبة عليهم تمام بس نسبة ثابتة عشان ما بقاش كذبة يعني كان بيدينا 40% وبياخد 60% لما طبعا الفيروس زنزل نزل مساهمل للمص تمام أجيبك ان شاء الله يا ام ياسين بداية يا ام ياسين كان هناك رجل يأتي للنبي ومعه ولده فكان يجلس بين يديه فرآه النبي وهو يضمه ويشمه ويقبله اثناء درس النبي للعلم فقال اتحبه قال احبك الله كما احبه يا رسول الله يعني احبك الله كما احبه يا رسول الله يعني درجة حب عالية جدا فمات هذا الولد فحزن عليه ابو حزنا شديدا واخبر النبي فقال الي به ثم قال له اترضى ان يدوم لك الولد حتى تموت ام ان لا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدت ولدك عنده قال بل يا رسول الله الا اتي بابا من ابواب الجنة الا وجدت ولدي عنده قال لك ذلك لك ذلك لك ذلك فام ياسين ابشري وابشري ابا ياسين ومن على شاكلتكم ان الولد ينتظر الاب والام عند باب الجنة ان شاء الله طيب بالنسبة للجرشين اللي انت قد تمشغلاهم وابتغد عليهم يعني رب حسابك هذا رباء لان المرابحة لا يحدد فيها المكسب والخسارة اما ان يحدد 10% او 20% فهذا رباء يمحق الله الرباء ويربي الصدقات ما دخل الرباء في بدن الا امرضه ولا في بيت الا خرابه ولا في مال الا افسده ولا في دين الا ضيعه يمحق الله الرباء ويربي الصدقات او شك رمضان على الرحيل وانت ما زلت لا تقيم الليل الامام الاوزاعي رضي الله عنه وارضاه كان يبكي طيلة الليل حتى في مكان السجود كان يوجد بلل تدخل امرأة من الجيران الى محراب الامام الاوزاعي فتقول لزوجته طهر القلب اما خلوت بربك اليوم اقترب رمضان على الرحيل وانت ما زلت اخي الحبيب تخاصم فلان وتسيء الى فلان طيب سلام عليكم السلامة سلام وعلى الله سلام وعلى الله وبركاته مولانا الله يسطورك يا حبيبي كل عام انت طيب سعدتك وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب والمشاهدين اكرم سعدتك يا رب والمشاهدين انا عزو بلا منولت انا عندي عيل ميت كان هو يعني اللي عندي على بيتين بانه ثمان شهور دلوقت عنده كم سنة عنده تساعتاشر سنة اللهم اجرهم في مصيبتهم وخلفهم خيرا منها يا رب البقاء لله يا حبيبي لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا لي راجعون تفضل كان ولد دلوقت شغال وقع من شغله يعني وقع من حتة اللي هو شغال فيها كانت حوالي تسعة متر تمام رحمه الله لحد دلوقتي احنا مش عارفين بصراحة يعني اللهم بنفسنا من البقاء تمام او حرم علينا بس يبغز بن عني اذا كنت انا او امه او اخته حاضر اديبك ان شاء الله اقول حضرتك بنا اعوز حضرتك تفتنا باللدة تقول عليه ان شاء الله ينحطه في تماغنا ونمشي عليه ان شاء الله ربنا يبريك لك يا ربنا وبعاتيث من روح للمقابر انا وامه عشان امي وياه تمام من روح نزول للمقابر انا وامه هل يجوز او غير يجوز اديبك ان شاء الله حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم رزق بإبراهيم فكان يطرق أبواب الأنصار ويقول هذا إبراهيم بن محمد هذا ولدي فمات إبراهيم وهو في حجر ماريا أمه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى فرآه عبد الرحمن بن عوف وقال أوتبكي يا رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون الله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ابنك مات في العمل لحج سلامة ابنك مات وهو يعمل من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله من خرج يسعى على نفسه ليكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله ابنك شهيد إن شاء الله نحسبه من الشهداء فإياك أن تقول ما يغضي بالله الله لا يعزب بدمع العين ولا يعزب بجرح القلب ولا بحزن القلب إنما يعزب بهذا أي بالنسان أن تتصخط على قضاء الله وأراك إن شاء الله من الصابرين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة قال الله تعالى إذا قبضت الملائكة روح ابن العبد فيقول ماذا قال عبدي وهو أعلم فتقول الملائكة حمدك واسترجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول ربنا ابنوا لعبدي قصرا في الجنة سموه قصر الحمد فهنيئا لك الصبر على فراق الولد حق سلامه وأسأل الله أن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا منها وأما زيارة القبور فلا حرج فيها بشرط ألا تقولوا ما يغضب الله وألا تتسخطوا على أمر الله وأعلم أن الميت يشعر بك عند الزيارة فادعوا لولدك وقل اللهم اجعله من الشهداء وتقبله في الصالحين أنت ولي ذلك والقادر عليه أما زلت على خصام وعلى فراق وعلى عداء مع الجار مع القريب مع حتى البعيد أصلح أخي الحبيب ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يمشي في المسجد يوما في ظلمة الليل فكان هناك أحد المسلمين نائما في المسجد يعني فرتمه وارتطم به بقدمه فقال له الرجل أمجنون أنت؟ أنت مجنون؟ يقول لأمير المؤمنين لخليفة المسلمين فقال له لا فهم به الحرس وأرادوا أن يضربوه فقال الرجل يسألني هل أنت مجنون؟ فيا أخي الحبيب سيدنا عمر بن عبد العزيز عند موته أخبره الأطباء أنه أكل سما فنادى على الخادم نادى على الطباخ قال تعالى أسألك بمن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه أأنت سممتني؟ قال إي وربي أنا سممتك قال كم أعطوك؟ قال أعطوني ألف دينار قال رد الألف إلى بيت مال المسلمين رد الألف إلى بيت مال المسلمين واذهب أنت حر لوجه الله يا الله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب تقوم عليه جارية ومعها إبريق فيه ماء ساخن فصبت عليه الماء الساخن ثم وقع الإبريق على جبينه فشجه يعني عمله جرح كبير فنزف الدم فنظر إليها وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه قالت له والكاظمين الغيظة قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي أنت حرة لوجه الله أخي الحبيب اقترب رمضان من الرحيل وأنت ما زلت مصر على أن تطعم الأولاد الحرام يا الله عمر بن عبد العزيز عندما جاءته سكرات الموت دخل عليه مسيلم بن عبد الملك فقال له يا عمر حضرك الموت وتركت صبية بضعة عشر لا مال لهم ولا عائل لهم ولا وصي عليهم فوصي إلي بهم وصي بهم إلي فقال عمر بن عبد العزيز والله ما منعت أولادي حقا هو لهم ولن أعطيهم ما ليس لهم أولادي أحد رجلين إما رجل يتق الله فسيجعل الله له مخرجا وإما رجل يعص الله فلن أترك له ما يعينه على معصية الله ثم نظر إلى أولاده وقال يا أولادي وكانوا بضعة عشر فراخا صغارا أولاد صغيرين وقال لهم يا أولادي كنت أحد رجلين إما أن يترككم أغنياء ويدخل إلى النار وإما أن يترككم فقراء ويدخل إلى الجنة فاخترت أن أترككم فقراء وأن أدخل إلى الجنة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين عصمكم الله حفظكم الله فخرجوا فأخذ يقول رباه أنا الذي أمرتني فعصيت رباه أنا الذي نهيتني فقصرت رباه ليس لي ما أعده لك إلا خوفي منك وحسن ظني بك لا إله إلا أنت ثم مات وهو يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين وكان من بين وصاياه إذا مت وغسلتموني وكفنتموني وأدخلتموني إلى لحدي فاكشفوا الغطاء عن وجهي اكشفوا الغطاء عن وجهي فإن رأيتم وجهي بيضة فهنيئا لي وهنيئا لي وإن رأيتم وجهي قد سود فيا حصرتي ويا ويلتي فيقول رجاء ابن حيوة فكنت في من غسله وفي من كفنه وفي من أدخله إلى لحده فكشفت عن وجهه فإذا هو كالقراطيص بياضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم تسود الوجوه قل آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه معنا اتصال معنا الأساس أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته زك عمي الشيخ الله يسطرك حق أحمد الله يبارك شيخ أنا ليسؤلين صراحة فضل يا حبيب سؤال أولا ابني توفى برضو عند 29 سنة وأساب لي طفلين صغيرين بس أموهم خدتهم على الصعيد تمام فأنا فأنا بصرف عليهم هل مصرف عليهم يعني فإني بعول يتام ولا دواجب علي الله يتزيخ خير يا حق أحمد ويبارك فيك ويجيرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها ويجيبك يا حبيب إن شاء الله سؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك هو كان صابح يدور كان معنا عربية مكروباس كان طالع يدور العربية ويشتغل هل يعتبر في سبيل الله الله أكبر الله أكبر أبشر أبشر فهو من الشهداء إن شاء الله نحسبه على خير ولا نزكيه على الله إن شاء الله حق أحمد أجيبك يا إن شاء الله أجيبك يا إن شاء الله أبشرك يا حق أحمد طيب معنا اتصال ثاني إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الله يسترك حبيب تفضل لو سمعت كان فيه سوالين كده تحت أمرك كان فيه أخيه لسفر بر مصر دول عربية شغال في شغل الفلاحة وكده فهو مفتر الشهر بولي جزء انه على سفر ده هو السؤال هو مقيم إقامة دائمة هو مقيم إقامة دائمة لحد ما يخلص الزرع بتاعه والشغل اللي مشيره يرجع تاني تمام تمام والسؤال التاني حكم فاوض البنوكو حاضر يا حبيب ويجيبك ان شاء الله حاضر يا حبيب ويجيبك ان شاء الله يا حجي أحمد أبشر نعم أنت تكفل الأيتام أنت ترعى الأيتام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أبشر بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل إن المرأة التي تصابق رسول الله لفتح باب الجنة ولطرق باب الجنة تصبق رسول الله مرة ويصبقها رسول الله مرة فإذا بها يصبقها النبي ويطرق باب الجنة فيفتح له ثم ينظر إليها رسول الله ويقول لها من أنت أنت تصابقين محمد قالت له أنا أم لأيتام مات زوجي وترك لي صبية صغارا علت هؤلاء الأيتام وعلمتهم كتاب الله وسنة رسول الله ورفضت الزواج فلم أتزوج بعد زوجي قال أنت تصابقين رسول الله لباب الجنة فأنت إن شاء الله حج أحمد بإنفاقك على أحفادك أنت ستصابق رسول الله إلى باب الجنة وستنعم إن شاء الله بجوار الحبيب في الجنة يقول كان في طريقه يعني الإركب السيارة بتحت وعمل حادث وهو في طريقه للعمل نعم هو الآن شهيد نحسبه من الشهداء إن شاء الله كما أخبرنا رسول الله فكان قد خرج في سرية من أصحابه فرأى الصحابة رجلا شابا قويا فتيا فإذا بهم يقولون لو كان هذا في سبيل الله لو يأتي بسيفه وقوسه ورمحه ودرعه ويأتي للجهاد معنا يا رسول الله قال إن خرج يسعى على نفسه ليكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله إن خرج يسعى على بوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله فإن شاء الله نحسبه من الشهداء السؤال اللي بعد كده بقول أخويا سافر وهو مقيم هناك في البلد اللي مسافر فيها وهو يفطر الآن بحجة أنه مسافر أقول لك يا أخي الحبيب ليس عندك رخصة في الفطور ولكن عليك أن تصوم في رمضان وهذا السفر المقصود به السفر الشق في يوم وليلة يعني أنت مسافر مثلا من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس فهذا سفر أما أنت مقيم فيطبق عليك أحكام المقيمين في هذا المكان فلا تفطر أخي الحبيب ولا تأخذ بالرخصة إلا إذا كنت مريضا مريضا مرضا لا تقدر معه على الصيام إن شاء الله أخي الحبيب أما آن لنا أن نرجع إلى رحاب الله وأن ننظر فيما بين أيدينا من أموال ومن مناصب ومما أعطانا الله من الخيرات يعني في يوم من الأيام الفاروق يعني عمر يدخل إلى السوق فيجد إبلا سمانا فقال للصحابة إبل من هذه؟ قالوا هذه إبل عبد الله بن عمر ابن الخطاب فقال باخن باخن يا ابن عمر إلي به فلما جاء قال لبيك يا أبي لبيك يا أمير المؤمنين الناس يشاهدون الحوار رؤيا العيان فقال هذه إبل من؟ قال إبل يا أبي قال اشتريتها من مالي من حر مالي وأرسلتها إلى الكلأ قال نعم يا عبد الله حتى إذا رآها المسلمون قالوا ازقوا إبل ابن أمير المؤمنين ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمن الإبل ويرب المال قال هذا ما أردت يا أبي هذا ما أردت يا أبي قال وتربح كثيرا قال نعم يا أبي هذا ما أردت انظر إلى الورع قال يا ابن عمر قال لبيك يا خليفة رسول الله قال بيع الإبل وخذ رأس المال ورد الربح إلى بيت مال المسلمين تدخل عليه زوجته يوما فتقول يا أمير المؤمنين اشتهيت الحلوى نفس في قطعة حلوى يملك بلاد الحجاز والشام ومصر والعراق يملك بلاد فارس والروم قال لا والله حتى يشبع منها أطفال المسلمين يا رافع الراية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرض يشقيها إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وصيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجته الحلوى فقال لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها طيب أجيبه إن شاء الله يعني سبحان الله عندنا عبد الله جزا الله خيرنا الأستاذ علي أن ذكرنا بالرد على عبد الله عبد الله هذا يقول حلفت على زوجتي طلق بالثلاثة إن هي ما هي بيتة عند أهل عندنا سيبي وباتت أقول لك يا عبد الله يعني لا تتعجل من كان حالفا فليحلب بالله أو ليسكت لا تكن يعني كثير الحالف بالطلاق وأرجع وأقول لك إذا كنت تقصد التهديد فهذه كفارة يمين وليس الطلاق فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إما إنك تطعم عشرة مساكين يعني ما يعادل حوالي ميتين جنيه أو عن كل مسكين كيلو نص من الأرزة وكذلك ينطبق نفس الكلام على اليمين الثاني لو أقول برضو حماتي اتصلت علي وأنا حلفت الطلاق بالثلاثة ما نجي وبعدين رحت فإذا كنت قصدت الطلاق بالثلاثة ده بنية الطلاق وقع الطلقة طيب يا عم الشيخ دي الأولى أأتي بأثنين من الشهود وأقول لها رددتك إلى عصمتي وهي تقول لي قبلت وأعلم إن أنا كده طالما وجحت الأولى فأضل لأثنين ولو هي التانية طيب كده وجحت اثنين فأضل لواحدة ولو هي التالتة الله يعوض علينا وعليك حبيبي تمام فاتق الله طيب معنا لأستاذ ايمان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك الشيخ الله يصطرك يا ربي يا أستاذ ايمان لو سمحت يصبت الشيخ أنا عندي سؤالين السؤال الأول أنا استمعت أن اللي يجرأ قوله والله أحد مئت مرة كأنه ختم المصحف المعلومة دي ستحظة ولا غلط لا غلط غلط يا أستاذ ايمان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل السؤال الأولاني السؤال الثاني السؤال الثاني أنا بعد إذن الفجر بعشر دقائق نسيت وشربت مية هل صيام صحيح ولا لا طيب أنت نسيتي نسيتي أن الفجر أزن طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكريه عليك بتمسك على صيامك وليس عليك قضاء وصيامك صحيح إن شاء الله شكرا يا فضلك الشيخ الله يسطورك يا فضلك معنا لحج سعد السلام عليكم السلام عليكم حج سعد عليكم السلام ورحمة الله سألتنا أنا كان جنبية غار تمام كان جنبية غارة بتأزين تمام لقدت بحتة تانية برضو ليه توعدة بتأزين تمام أعمل يا فضلك أنت عاملة معهم إيه؟ معاملتك معهم إيه؟ معاملتك معهم إيه؟ معاملتك معهم إيه؟ أنا سعد أنا معاملت معهم والله العزيم يا سهبني أنا معزيت حج وقتاب الله ما زي تمام يا حج سعد واسأل علي حتى أنه أنت منين يا حج سعد؟ أنا من حوامدية ربنا بارك في أهل الحوامدية وبارك في أهل مصر طيب أي سؤال تاني يا حج سعد؟ ربنا خذيكه وصولان تاني بقى في الآخر بقى وصولان تاني في الآخر بقى فضل تحت أمرك أنا أنا بورما مات صراحة أنا أنا بورما مات أنا زالت عليه وشاهدت الجنبية عليه حال فيه؟ طيب حاض أجيبك إن شاء الله الحج سعد يعني سبحان الله بيشتكي من أزية الجار إياك وأزية الجار لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيرث الجار جاره النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول يا رسول الله إن جاري أذيني قال اصبر اصبر واحتسب الصابر والشاكر من أهل الجنة فجاءه في مرة ثانية يا رسول الله جاري أذيني اصبر واحتسب جاءه في الثالثة فقال له النبي خذ متاعك وضعه على ناصية الطريق فإذا سألك الناس لما فعلت هذا فقل لهم آذاني جاري وفعلا الرجل طبق هذا الأمر الذي أمره به رسول الله أخذ المتاع ووضعه على ناصية الطريق كلما مر رجل إيه يا فلان لماذا تركت البيت فيقول لهم آذاني جاري فيلعنونه حتى علم الجار أن الناس يلعنونه فجاء إلى هذا الجار وقال أقسمت عليك عدي إلى بيتك والله لن أذيك بعد اليوم قال لا أعود حتى يأذن لي رسول الله فذهب هذا الرجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله ائذن لهذا الرجل أن يرجع إلى بيتي والله لن أذيه مرة ثانية فقال له رسول الله لماذا؟ قال لأن الناس يلعنونني قال إن الله لعنك قبل أن يلعنك الناس يا الله أتدري ما اللعنة أخي الحبيب اللعنة هي الطرد من رحمة الله فاتق الله وإياك أن تؤذي جارك الإمام أبو حنيفة كان عنده جار وهذا الجار كان سكيرا يعني يشرب الخمف طيلة الليل يعني يسكر ويعلي صوته بالغناء والسمر والمرح ولا يستطيع الإمام أن ينام أو أن يقيم الليل حتى غاب هذا الصوت في يوم وفي اليوم الثاني سأل عنه أين جاري فلان قالوا أخذه العسس يعني الجماعة بتوع الشرطة أخذوه ما قالتش بارك يا جامع الحمد لله ربنا رايحنا منه المركب اللي تودي لا والله بل لبس عباءته وأخذ دابته وذهب إلى قاضي الحرس إلى رئيس الشرطة يعني إلى وزير الدخلية فقال أبو حنيفة طيب معنا الأستاذ عبد الكريم سلام معنا الأستاذ عبد الكريم من المنوفية السلام عليكم أنا معايا أربع بنات مرحبا بأهل المنوفية الله يخليك يا بلاي فضلت الشيخ أبيني أبارك فيكم وفي أهل مصر الله يخليك معايا أربع بنات معايا أربع بنات وعملت بيت ومحلتيش من الدنيا اللي هو عملت بيت تمام من عرق ومن شقاية وتقالت لبعض المشايخ وحبيت أكتبه للبنات يعني لها واحدة مثلا جثة يطلقها طيب أنت زوجتك عايشة يا حاجة عبد الكريم مين الزوجة عايشة معاك أم البنات عايشة بأه ومكوز لتنين وفضل اتنين طيب أنت ما تكتب البيت اللي أنت ملكه واللي حلتك من الدنيا للبنات الزوجة تروح فين طيب أنت طبعا خايف أن بعد عمر طويل يجي عمهم يورس معاهم خايف من كده طيب أنا خايف حضرتك أن واحدة مثلا جثة يتوفي واحد يطلق مراته طيب أنا هجاوبك يا أستاذ صعب الكريم هجاوبك إن شاء الله طيب فيتو أنتين تحت أمر ما عليك تفضل حضرتك أنا شغل في الفرن والصاحب الفرن بيخليني أرمعيه الصغير صاحب الفرن بيخليك إيه أرمعيه الصغير عن الموازين آآ آآ يعني تخلف بالميزان آآ هل دلوقتي أنا شاير من الولد تشيل الزمن وتشيله كله إذا كن هو يشيل نصه وإنت تشيل الكل طيب دلوقتي أنا لو أنا مثلا لما تعز كواسه وبطاني مثلا لو إيه لو أنا مثلا ما تمحتش كلام ورمات حق ربنا تمام وبطاني ورحت اشتغلت عند واحد ثاني وبطاني واشتغلت عند واحد ثالث وبطاني هم كل الناس كده حج عب الكريم لا ده أنا هجاوبك إن شاء الله هجاوبك إن شاء الله شك طيب معانا موزياد السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك سامعني كده مولانا سامع حضرتك ربنا استورك يا موزياد طيب أنا عندي سؤال مع حضرتك سؤالين السؤال الأول إن أنا استرقت شكتي من البيت تمام واتهمت فيها أخويا لإن كان ليه سرادق معايا قبل كده كم حاجة تمام وبعدها يعني حضرتك نشدة بيني وبينه واكتشفت بعدها إن والدي هو خد الذهب بتاعي الظروف كان بيمر بها مديا وباع الذهب وكده واتطر فيه تمام وكان شايفني وأنا عملة بعيط على الذهب ومش عارف أقول جوزي إيه والكلام ده كله يعني هو شايف الورطة اللي أنا كنت فيها تمام فأنا دلوقتي يعني مش عارف أعمليه مش عارف أولي والدي إن أنا عرفت إن أنت اللي أخذت الذهب ولا أعطيه من الإحراق في حاجة زي كده طب هل أصرح زوجي بالموضوع دوت ولا أنا بما إني اتطرفت في الفلوس مكان فلوس الدهب خلاص قعد الموضوع ومعرفش الزوج بيه يا أمو زياد وبالنسبة الموضوعي مع أخويا كده كده يا صفيم عايز ده ده اللي كنت عايز أكلمك فيه أهم ما هي تصلح أخوك الأول لأنك اتهمتيه زور فلازم تصلحيه الأول وتتعطفي له وتستعطفي يعني عطفه كده وحنانه تقول له أنا أسفى أنا أساء تتظن فيك أنا أساء تتظن يا مولانا عشان خاطر هو كان سرق مني حاجات قبلها كثيرة طيب أنا هجاوبك إن شاء الله هجاوبك إن شاء الله طيب إيه سؤال فضالي أنا سامعك يا موزياد أنا هتروح تكشف عند دكتور أمراض نسا في صيام رمضان مع العلم إن الدكتور لن يطلع عليها وبيتعامل بالأجهزة بس هو للأسف مواعيده كلها بعد قبل الفطار تمام هل ده يعني يبطل الصيام أم لا هو طبعا ما بيحطش ديه على الجسم من هاي لا 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 هي أجهزة أشعة بس طيب تمام خالص أجيبك إن شاء الله يا موزياد تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كانش في نيتك إنك تحرم الورثة لما أعممهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم آرثا من إرثه حرم من نصيبه في الجنة وأنا عايز أكتب من أهل الجنة إن شاء الله وتاخد بداية معاك إن شاء الله أنت ولي ذلك يا رب والقادر عليك الحج عب كريم يعني بقول أنا بأشتغل في فرن والراجل عايز نغش في الموازين فطبعا أقول له اتق الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا يكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل أمامه صبر الطعام يعني كم طعام فوضع النبي يده في هذه الصبرة في الكوم ده فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله أصابته السماء يعني ابتلى من السماء قال أما جعلته فوق حتى يراه الناس من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا اتق الله لأن هناك ويل وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تستغيث منه باقي الأودية في جهنم أعد لمن لمن يغش في الميزان فاتق الله وتعلم وقول لك حج عب كريم سيب الرجل ده واعلم تمام العلم من ترك شيئا في الحرام ما خافت الله أبدله الله خيرا منه في الحلال وإن الرزاق هو من وفي السماء رزقكم وما توعدون وبعدين يا عم الحج عب كريم الناس كلها يعني ما ما فهمش واحد يتق الله ما فهمش واحد يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن شاء الله ستجد هذا الرجل إن شاء الله أم زياد للأسف بتقول إن الشقة بتعتها تصرغت وتهمت أخوها وطلع إن والدها هو اللي صارك أقول لك أيها الوالد والله لو ذهبت إلى ابنتك وطلبت منها نور العين مش الذهب نور العين وقلت لها أنا أمر بضائقة مالية لو يعني تسمحي إن أنا أخو الذهب يكون إن شاء الله ما ربنا يفرجها عليها هرده لك تاني وتستأزن زكها إن شاء الله كانوا وفقهم لما الحرام يا أخي الحبيب بس سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يصلي ركعتين ضحى فوجد رجلا من الرعية يمشي فقال أيها الرجل تعالى أستأزنت يعني امسك هذه الدبة حتى أصلي صلاة الأوابين لي صلاة الضحى فلما خرج سيدنا علي قال والله لأعطي أنه ما في جيبي حط دف جيبه وجد دينا رين فخرج فوجد الدبة بلا لجام اللجام بتاع الدبة يعني الحبل بتاعها يساوي دينارين قمت دينارين فإذا به يقول سبحان الله أراد الله له هذان الضناران في الحلال فتعجل فأخدهما في الحرام الرجل ذهب للسوق وسيدنا علي نادى على خادم عنده وعلى عامل عنده فقال اذهب للسوق بالدينارين واشتري لجاما لهذه الدبة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الخادم وتقابل مع السارق أعطاه الدينارين وأخذ اللجام فنظر سيدنا علي إلى اللجام فقال هو لجامها فعجل فأخذهما في الحرام وكان الله قد قسمهما له في الحلال ولا حول ولا قوة إلا بالله السؤال الثاني للمزياد بتقول إن هي بتكشف عند طبيب بتكشف عند طبيب والطبيب ده أحيانا يعني بيكشف بالأجهزة وبيحط شيديه هل صيامها كده باطل لا يا أمزياد إن شاء الله صيامك صحيح وليس فيه شائبة إن شاء الله وإن كنت يعني أوصي النساء بأن الطبيبة المسلمة في الدرجة الأولى طيب ما فيش طبيبة مسلمة يب طبيب مسلم عنده مهارة وحنكة وقبل المهارة والحنكة عنده دين عنده دين أوشك رمضان على الرحيل فيا ترى أخي الحبيب ستقضي الأيام التي ضيعتها ستقضي الباقية كما ضيعت الأول يعني الخيل إذا دنت من نهاية السباق أسرعت حتى تفوز أنت كذلك كم من أناس كانوا بيننا في العام الماضي لم يصوموا معنا رمضان والله الذي لا إله غيره ولمعبود سواه كم من أناس صاموا معنا نصف رمضان رمضان اللي إحنا فيه ده وماتوا منهم من مات بالسكتة القلبي ومنهم من مات بالكورونا ومنهم من مات بغيرها من الأمراض ومنهم من مات في حادث أسأل الله في علاه أن يتقبلهم في الصالحين وأسأل الله في علاه أن يتقبلهم في الشهداء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا بالسلامة ربتته ولا غائبا إلا بالسلامة رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعله الوارس منا واجعل سأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم ربي لنا أولادنا اللهم استر نساءنا واستر بناتنا واستر أعراضنا لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اجعل القرآن نورا في بيوتنا نورا في قلوبنا نورا في قبورنا اجعله صاحبا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام